هايدي أصعب مرحلة سياسية على نتانياهو من بداية الحرب نتانياهو محاصر من جيشه من حلفائه بواشنطن ومن أهالي الأسرة الإسرائيليين بغزة حشر نتانياهو بهالزاوية ممكن يدفعه لواحد من اتجاهين التصعيد وتفشير الوضع على حدود لبنان للهروب من أزمته أو الرضوخ وإنهاء الحرب أولاً الخلاف مع الجيش الجيش الإسرائيلي عم يقول حرفياً لناتانياهو إنه حماس هي فكرة هي حزب وهي موجودة بقلوب جمهورة الاعتقاد بإمكانية التخلص منها وهم الترجمة العملية لهالحكي هي التالي هدف القضاء على حماس بغزة يلي حطه نتانياهو بيعني حرب أبدية ما حتخلص نتانياهو مصر على إنكار الواقع باعتبار إنه شغلة الجيش تنفيذ الأهداف يلي حطتها لحكومة بس تانياً الحلفاء بيتزمن الخلاف مع الجيش مع تصاعد التوتر بالعلاقة بين نتانياهو والإدارة الأمريكية اتهم نتانياهو بايدن بحرمان الجيش الإسرائيلي من الإمددات العسكرية ورد البيت الأبيض بإلغاء اجتماعات تنسيقية مع الإسرائيليين نتانياهو بده تكمل الحرب والبيت الأبيض ما بده يتورط بحرب أوسع على مشارف الانتخابات الرئاسية أما على الجبهة الداخلية فخسر نتانياهو غطى شركاء السابقين من حزب معسكر الدولة واضطر يلغي حكومة الحرب ولها السبب صار نتانياهو خاضع لأبتزاز وزراء اليمين المتطرف ليحمي حكومته من السقوط ثالثاً أهالي الأسرة عم تتصاعد مظاهرات أهالي الأسرة بغزة ومطالبهم عم تندمج مع مطالب المعارضة لتشمل إجراء انتخابات جديدة بتعيد تشكيل السلطة بإسرائيل